اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على ترسيخ التسامح والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات في إطار تمسكها بقيامها التاريخية والحضارية الدعية إلى التعايش السلمي والوسطية والاعتدال واحترامها لحقوق الإنسان وحرياته الدينية كركائز أساسية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأوضح سعادة وزير الخارجية لدى مشاركاته في مؤتمر الوزاري الدولي حول حرية الأديان أو المعتقدات في العاصمة البريطانية لندن أن المملكة بفضل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم وسياسة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء عززت من إنجازاتها الرائدة كأنموذج ملهم في احترام حقوق الموطنة وإرساء قيم المحبة والتسامح الديني والمذهبي والعرقي في ظل دولة القانون والمؤسسات ونشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في محيطها الإقليمي والدولي مؤكدا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع مضيفا أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 وضعت في مقدمة أولوياتها تعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات وقبول الآخر وتعزيز الوئام والوحدة الوطنية من خلال برامج مبادرة تربوية وإعلامية ودينية وتشريعية المحافظة على الوجه الحضاري المشرق للمملكة كمجتمع واع ومتسامح ومترابط بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وثمن سعادة وزير الخارجية اتخاذ مملكة البحرين مبادرات رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار بين الأديان والمعتقدات والحضارات على مدى عقدين أخير هذا العام مؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد مشددا على التزام المملكة بحماية حرية الدين والمعتقد وتعميق الشراكة الدولية في صون الحقوق والحريات الدينية والفكرية ونبذ الفرقة والتعصب والكرهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية وترسيخ السلام الإقليمي والعالمي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب والتعاون البناء بين الأمم والشعوب والحضارات في دعم التنمية المستدامة